إذا سألتكم ما هي أجمل لقطة في مباراة المغرب وساحل العاج في كأس أمم أفريقيا ربما تجيبون هي في الدقيقة الثالثة والعشرين عندما سدد يوسف نصير هدف التأهل الوحيد بعد مجهود رائع من نور الدين امرابط أو قد يجادل البعض بأنها كرة اللاعب البديل نصير المزراوي والتي انتهت بالعارضة في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة خطأ فالصورة لم تكن من أرض الملعب كانت من هنا من إحدى قرى إقليمي تازة شمال المملكة المغربية من قرية جبلية صغيرة فقيرة اسمها بويبلان إلى الشرق من مدينة فاس بالتحديد من دوار تنكرامت والصورة هي لبعض أطفال أر القرية مجتمعين هنا متحلقين لرؤية مباراة فريقهم على شاشة الموبايل هذه هي شاشة الموبايل الصغيرة التي يحضرون فريقهم عليها وضعوها على جذع شجرة لا أريد أن أفلسف الصورة صورة تتحدث عن نفسها لكنها عاطفية جدا جدا يقال إن الفريق أو قائد الفريق المغربي مهدي بن عطية نشر هذه الصورة على حسابه في إنستجران طالبا الاستفهام أين هي أين أخذت هذه الصورة من هم هؤلاء لكننا دخلنا على كل حسابات بن عطية على الإنستا و تويتر والفيسبوك لم نجد هذه الصورة ولا التعليق لذا من المرجح أنه وضعها ستوري تختفي بعد 24 ساعة مواقع إخبارية قالت إنه تبرع بتلفزيون كبير جدا واشتراك بي اي ان اسبورت لأطفال هذه القرية لكن حتى لو لم يرى أحد من الفريق المغربي هذه الصورة فالمغاربة علقوا عليها تغريدة من ضاوكاز بلانكا يقول إلى ممثلي المجتمع المدني وإلى الحكومة الموقعة الصورة بألف كلمة من بويبلان لمجموعة من التلاميذ يشاهدون مباراة المغرب عبر الهاتف هنا الروح الوطنية رغم عدم توفر الإمكانات أما جمال الأبيض فيقول فيديو أطفال بويبلان كشف عن حقيقة التنمية في هذا الوطن العزيز هؤلاء ليسوا في حاجة فقط إلى مشاهدة المنتخب على تلفاز بلازما كبير هم في حاجة إلى أشياء أهم بكثير بإمكانها فك العزلة عن قرياتهم المنسية من باب التذكير ليس إلا أما بالنسبة لنبيل ميرياه يقول البيئة يجب فصلها عن شمال أفريقيا فحرم احتكارها جميع المباريات وحرمان سكان القرى والبواد والجبال من حب ومشاهدة المباريات هذه تغريدة من تخربيقة تقول احتكار البث أطفال بأعالي الجبال بمنطقة بويبلان تازة يشاهدون مباريات المنتخب المغربي عبر الهاتف أي متعة لكرة القدم عندما نحرم الناشئة من مشاهدة البطولة آخر تغريدة نقف عندها هي من منير يقول خوية بعيدا عن العاطفة وش بي ان سبورت مثلا يشري البطولات بمليارات الدولارات ويدوزوها للناس فابور يعني بلاش رأى العيب في الدولة ديالنا لمقدرتش يشري الحقوق حتى لمباريات المنتخب وقادرين باش يعطوا الملايين في مهرجان موازين مهرجان موازين هو مهرجان فني لكن لماذا لا يبث التلفزيون المغربي مباريات المنتخب المغربي ببساطة لأن بي ان سبورت حددت سعر 12 مليون دولار مقابل بث 12 مباراة لكن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفز رأت أن المبلغ كبير لكن إذا بالفعل كما يقولون في المواقع الإخبارية المغربية وصل التلفزيون إلى بويبلان لهؤلاء الأطفال فسيتمكنون طبعا ليسوا هؤلاء الأطفال سيتمكنون من مشاهدة المباراة القادمة مباراة منتخبهم مع جنوب أفريقيا في ختام منافسات دوري المجموعات التي ستبدأ بعد قليل مباراة منتخبهم مع جنوب أفريقيا